على الرغم من أن قضية الفتاة السعودية رهف القنون انتهت مع وصولها كندا وحصولها على حق الوجيء هناك إلا أن قضيتها مازالت متفاعلة في المجتمع السعودي في البداية نشاهد معا مقالته رهف القنون فور وصولها إلى كندا في أول ظهور إعلاميا لها وهروبها من السعودية بعد وصولها نظام الولاية يكون على كل نساء السعوديات إلي أن تموت مهما كان عمرها خمسين أو ستين فالولي نفسه يتخذ قرارات عن بنته من تتزوج أو تتوظف أو تدرس حتى عندما تدخل السجن وتطلع يجب أن يكون موافقة ولي أمر فلما الولي يتبرع عن بنتها ستبقى في السجن طول عمرها وما ستكون مستقلة وما ستطلع ربدا على منح كندا اللجوء لرهف أصدر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية مفلح بن ربيعان القحطان بيانا قال فيه مثل هذه الأساليب التي تتبعها بعض الدول وبعض المنظمات الدولية دوافعها سياسية وليست إنسانية تعمدوا على لسان بعض مسؤوليها إلى تحريض بعض الجانحات والمراهقات السعوديات على الخروج على قيم وتقاليد أسرهن التي تكفل لهن حياة كريمة مثل هذه الأساليب لا ستظهر أمام هذه يقول قوانين السعودية تمنع الإذاء وتعاقب فاعليه بمن فيهم الوالدان وبقية أفراد الأسرة بيان القحطان تلته حملة على السوشيال ميديا باللغة الإنجليزية تحت هاشتاك The Real Life of Saudi Women أو الواقع الحقيقي لنساء السعوديات والكثير من الحسابات غردت بالإنجليزية تقول مثلا تونة في المملكة العربية السعودية لم أرى امرأة بلا مأوى في أحد الشوارع أنا لم أرى امرأة تنظف القمامة في الشارع أنا أعرف فقط المرأة كمعلمة وأستاذة وطبيبة ومحامية وأم حساب اسمه 77 العلاج مجاني الدراسة مجانية العدالة متوفرة الأمن متوفر الوظائف متوفرة الخدمات متوفرة لنا كمواطنين بسهولة المستقبل مضمون كل هذا موجود فقط فقط في السعودية أما أنجل شيري تقول هؤلاء النساء اللواتي يمكن أن يظهرن وجوه هن طبعا هذه من الجانب المختلف الجانب الآخر الذي يتهكم على التغريدات الأولى تقول هؤلاء النساء اللواتي يمكن أن يظهرن وجوه هن وشعورهن هن محظوظات بأن لهن وصيا يسمح لهن بذلك ولكن إذا لم يكن ولي أمر المرأة السعودية موافقا فسوف تصارع وستواجه الإساءات على مستويات عدة أما سو فتقول المرأة السعودية أيضا يمكنها أن تموت دون تصريح الوصي وأدرجت هذه الصورة لها ومكتوب تحتها ما يشي بهذه العبارة ينضم إليه عبر خدمة سكايب من الرياض أماني العجلان هي باحثة اجتماعية في السعودية مرحبا بك يا أماني أهلا وسهلا أماني هل تظنين أن هذه التغريدات باللغة الإنجليزية ربما والتي تعود حساباتها إلى يعني لا نعرف يعني ليست هذه الحسابات موثقة يمكن أن تغير نظرة الغربي بالنسبة للمرأة السعودية أو الحالة الاجتماعية لها هل تعتقد أنه مثلا السعودية راح تعتمد على حسابات غير موثقة لتغير وجهة نظر الغرب اليوم يوجد أكثر من نصف مليون مبتعث سعودي نصفهم نساء منتشرين حول العالم في جامعات في تخصصات مختلفة هم اليوم هم سفراء للمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المشاريع التي تقام اليوم على أرض المملكة بكل ما فيها من مشاركات لمواطنين ومواطنات وحتى تبوأوا فيها بمناصب عليا ألا تعتقد أن هذا مثال أو رسالة للعالم فعلا بدل حسابات وهمية على تويتر بغض النظر هل كانت مؤيدة أو غير مؤيدة أنا أتكلم بوقائة اليوم نحن نعيش عصر نهضة للمرأة تحديدا منذ إطلاق رؤية عشرين ثلاثين في 2016 وهي تتوجه بشكل كبير لدعم المرأة ولتمكين المرأة لتصبح جزء أساسي من الحركة أو العجلة لكن مثل هذه الحسابات التي تغرد طبعا الحسابات التي ربما أعطت صورة مختلفة عن المرأة السعودية كانت مثلا من فتاة نجود المنديل مثلا من رهف القنون فهي متابعة أحيانا نتحدث عن السوشيال ميديا لكن لو فرضنا أن نستخدم السوشيال ميديا لإظهار صورة حقيقية من السعودية ألا يخشى بأن يكون لها مثل فعل عكسي لدعم لحظة العنف يوجد في كل مناء دول العالم لا يمكن اقتصاره على دولة واحدة أنت ممكن تتسأل هل لديكم نظام حماية من الإذاء أو لا أجيبك بنعم في 2014 صدر نظام الحماية من الإذاء لجميع أفراد المجتمع ولكن ما دع نظام الولاية لحظة لحظة لو سمحت ما في شيء يسمه نظام الولاية الولاية فقط على الزواج وعلى السفر ما دون ذلك عمل طبابة دراسة يعني مشاركات بكل أنواع المشاركات الاجتماعية توجد للمرأة بدون موافقة ولي أمر ما عدا الزواج وهذا أمر شرعي طبعا والسفر وهو عليه الخلاف الآن ولا نعلم متى ولا أعتقد أنه قد يحصل هذا بوقت أو بآخر كما حصلنا على القيادة لأنها تتوافق مع رؤية 20-30 الأهند تدعم تمكين المرأة فلا تستبعد أنه في وقت لاحق هذا ما ستظهره لنا الأيام شكرا لك عبر خدمة سكايك من رياض أماني العجلان الباحثة الاجتماعية سعودية شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر